وسط مدينة عين الصفراء في ولاية عامة وعلى مساحة شاسعة تتربع هذه البناية التي كانت تحفة معمارية تضم محطة القطار ومركزاً لتكوين العمالة لكن تلاشت بفعل عوامل الزمن وإهمال السلطات المحلية هذا الانسان الجزائري بديه السواعد هذه كانت سواعد محلية سواعد جزائرية لتعرض الخراب يومياً ولا وكر نتعلى الجريمة ولا وكر نتعلى هذه الصدير لانحراف اهمال تخريب سرقة من طرف مجهولين ووكر للمنحرفين وضع أثار حفيظة السكان وجعلنا نتجهن مدرية النقل للاستفسار عن الموضوع تم مراسلة المدرية الجهوية للسكر الحديدية بوهران من أجل إعادة تصنيف خط الضيغ للسكر الحديدية القديم من أجل تحويل ملكيته من مدرية السكر الحديدية إلى مدرية أملك الدولة ولقد تم مراسلة الوزارة الوصية بهذا الملف كذلك بجميع محتوياتهم من المحطة ملف المحطة ملف المستودعات ونحن في انتظار الرد إلى غاية يوم نهاية رغم ما توله الدولة من أهمية لسياسة الحفاظ على الممتلكات العامة وخاصة التاريخية وإعادة بعث نشاطها واستغلالها لكن هذه المظاهر تظهر العكس وتتطلب التدخل العاجل والفوري وفرض قوانين ردعية ترجمة نانسي قنقر